حكاية اليوم النهاردة بس اليوم بكرة أهم ليه اليوم بكرة أهم؟ عشان في مصر وغانا في مباراة لازم منتخبنا يفوز بيها الحالة المعنوية جيدة تخطينا اللي حصل في مباراة موزنبيق مش هنقعد نتكلم عنه ومش هنقعد نكرره وخلاص اللي حصل حصل بداية ما كانتش جيدة بس نأمل ونتوقع ومتحمسين لبداية حقوقها غدا في مباراة غانا إن شاء الله العيبة كلها تبقى مركزة العيبة كلها تبقى فيئة العيبة كلها تبقى في حالة معنوية جيدة وفيها تكاتف والتكاتف ده هيدين نقطة قوة وأفضلية كبيرة على المنتخب الغاني ممكن نتكلم على العناصر هنا وهنا هم عندهم عناصر قوية جدا احنا عندنا عناصر قوية جدا فممكن الأمور تبقى قريبة لكن على مستوى التكاتف والروح اللي في الفريق والمسندة الجماهيرية مصر تتفوق بمراحل ليه؟ أحكي لك أحكي لك يعني الأجواء والكواليس في معسكر منتخب غانا قبل مواجهة مصر إن شاء الله الأجواء في معسكر غانا مش وردية زي ما انت فاكر يعني خالص خالص يعني لو انت متعادل مع موزنبيك وعندك نقطة ده طبعا أمر يعني ما كناش حابين انه يحصل لكن الوضع في منتخب غانا أسوأ بكتير طبعا بعد الخسارة أمام كابفردي فارد نخلي احنا معنوياتنا مرتفع عشان هما معنوياتهم في الأرض ليه؟ في حالة حزن كبيرة جدا في غانا على مستوى الفريق وعلى مستوى الجماهير وعلى مستوى الجماهير اللي موجودة كمان مع المنتخب الغاني في كودفوار حزن شديد لدرجة ان الجماهير الغانية في كودفوار قالت احنا مش هنروح نحضر مباريات تاني لمنتخب غانا أهو ده الخبر فقه وزارة الرياضة في غانا قالت قالت لأ لازم تبقوا موجودين في المدرجات وتسندوا غانا طب بصوا هندي الكل مشجع هيروح المباراة ربعمية دولار ربعمية دولار عشان ايه؟ يروحوا يشجعوا منتخب بلدهم شفت الفرق نفرق كتير نقعد نتكلم احنا هنا على باصل الناس هنا في مصر بعض الجماهير بتبقى جماهير أندية مش جماهير منتخبات كلام حاب قد كده ولكن الجمهور بتاع مصر يساند منتخب بلده طول الوقت لدرجة ان غانا طلبت من مسؤولي كدهور ان هم يعملوا لهم تعزيزات امنية كبيرة في فندق الاقامة عشان الجماهير غانا ممكن تتهجم او تهاجم او تهتف في محيط فندق اقامة المنتخب الغاني فطلبوا تعزيزات امنية سواء في الفندق او في ملعب التدريب ده هيحصل معنا اكيد لا اكيد لا طيب دي حكاية حكاية تانية اساطير غانة بقى احنا هنا عامين ندعم منتخبنا ونشجع منتخبنا ونساند منتخبنا ونقولنا تخطى اللي حصل في مباراة موزنبيك ونقول كل الكلام ده اساطير بقى المنتخب الغاني ومنهم دانقوسوا واحد من اهم اساطير المنتخب الغاني هاجم بشدة المدرب وهاجم بشدة اللاعبين وهاجم بشدة المنتخب الغاني هو ومعه باقي اللاعبين السابقين في المنتخب الغاني ده على مستوى المعنويات على المستوى الفني فالنهار ده المدير الفني للمنتخب الغاني اكد انه مشاركة محمد كدوس في المباراة غدا محمد كدوس هو النجم الاول للمنتخب الغاني في مباراة منتخب مصر محل شك مش اكيد يعني 50-50 راجل عنده اصابة لسه مش جاهز مية في المية فلسه ما خدش قرار بمشاركته في مباراة منتخب مصر او لا ووارد انه ما يشاركش وارد انه ما يشاركش في المباراة وده نجموهم الأول ده واحد من أهم النجوم جوردن آيو واحد من كبات منتخب غانا النهاردة في المؤتمر الصحفي هاجم من ينتقد لاعب المنتخب الغاني والجهاز الفني وقال لهم انتو بتنتقدونا ليه دلوقتي استنوا لما نخرج من البطولة احنا لسه لاعبنا مباراة واحدة ولسه مكملين ليه بتنتقدونا دلوقتي وطبعا هو كان صغته في الكلام زي ما أنا بتكلم كده كان فيها عصبية شديدة جدا منتخب غانا عموما مع مديره الفني الحالي عنده أرقام سلبية بالجملة الأرقام هي مع كريس هوتن منتخب غانا لعب عشر مباراة مع كريس فاز في أربعة تعادل في اتنين وخسرة في أربعة سجل تسع هدف استقبل كم هدف بقى في العشر مباراة اتناشر هدف يعني معدل أكتر من هدف في المباراة الوحدة خرج في المباراةين فقط بشباك نظيفة يعني إن شاء الله دفاعهم سهل دفاعهم سهل اختراقهم طبعا العشر مباراة دي في منهم مباراة سهلة جدا المفروض أصلا المنافسين فيها ما كنوش يوصلوا المرمى المنتخب الغاني فهو دفاعهم هش جدا إن شاء الله نوصلوا بسهولة فغانا ظروفهم مش جيدة ولكن هحكي لك موقف هحكي لك موقف شوف أنا هحكيت لك إنه معسكر منتخب غانا أو ما يوحيد بمعسكر منتخب غانا في منتخب السوق سواء على المستوى الفني أو على المستوى المعنى والجماهيدي ودي فرصة عظيمة لنا فيه تصفيات كاس العالم اللي كان فيها بوب برادلي 2014 تقريبا آه 2014 تصفيات كاس العالم 2014 كاس العالم 2014 كان فيه مباراة بين منتخب مصر وغانا في كماسي مباراة فاصلة نتيجتها خلصت للأسف يعني وهي مباراة ما تتكررش لو اتعاملت ألف مرة ما كانش يحصل اللي حصل فيها ومنتخبنا خسر ستة واحد وخرجنا من التصفيات ومساعدناش كاس العالم 2014 أنا كنت موجود في كماسي وقتها طبعا إنت هتقول زمانك اللي قلت بيقولها هق سامعك وتقوله الشك كان وحش نصيب بس كان فيه لهاس كتير يعني مش أنا الواحد كنت موجود ساعتها في كماسي مع المنتخب وكنت قاعد في الفندق اللي بيقيم فيه المنتخب الغاني ركز معا في الكصة دي بقى الكصة دي مهمة فبطبيعة شغلي كنت بروح دايما لفندق قامت المنتخب المصري باخد لقاءات بشوف الأجواء كانت الأمور وكأنها ثكنة عسكرية ما فيش تصريحات ما فيش خروج للعبين ما فيش تصوير والتزام وتركيز حتى أنا وقتها تلعت وقشت قلت معسكر منتخب مصر مثالي أنا قاعد فين بقى قاعد في الفندق اللي قاعد فيه لعبي المنتخب الغاني والله والله أنا كنت بناب قبل لعيبة منتخب غانا يعني مسأل طلع أنا من الساعة 10-11 بالليل هم كانوا ممكن يناموا 12-1-2 بالليل وقاعدين تحت في الأوتيل وهزار وضحك ومقابلات وصحاب كل حاجة فأنا إيه قلت إيه ده إحنا هننزلنا كلهم ده ما فيش التزام بجنيه فيش ما مش ملتزمين خالص وإحنا ملتزمين زي الفل ورغم إنهم ما كنوش ملتزمين خالص وإحنا كنا ملتزمين جدا حصل اللي حصل في هذه المباراة فاللي أنا قلت من شوية عن أجواء صعبة بيعيشها المنتخب الغاني في معسكره قبل مباراة مصر ما ينفعش أبدا تبقى مؤاشر لشيء بس لو إحنا اكتهدنا وركزنا وعملنا مباراة محترمة إن شاء الله إن شاء الله الفوز هيكون مؤكد بس ما نقولش إيه يا عمدوا المشاكلهم أكتر من مشاكلنا بكتير فإحنا كايك هيا كذبانين لا ما فيش الكلام ده إحنا لازم نكتال لازم نشتغل لازم نتعب وأكيد منتخب غيرنا أقوم من منتخب موزنبيك أكيد بس إحنا عمرنا ما هنزهر وخليك فاكر أهو أنا بقول لك أهو من دلوقتي خلاص إحنا فضلنا كم ساعة عشان مش هغير كلامي بكرة خليك فاكر أنا أقوله ده ومش هغيره بكرة يعني لو حصل لقد ألاقي شيء ومش هحصل بإذن الله بكرة حاجة مش هجي بكرة غير كلامي منتخب مصر عمره ما هيزهر بالشكل السيء اللي ظهر بيه في مباراة موزنبيك أبدا دي حالة بتحصل كل كم سنة ليه؟ إن انت كان عندك عشر لعبين في التشكيلة الأساسية معاهم اللي نزلوا كبودلاء كانوا خارج المستوى تماما وده ما بيحصلش في الكورة انت عادة ممكن تلاقي واحد وسط مجموعة ما كانش في مستوى اتنين بالكتين ما كانوش في مستوىهم لكن عشرة في الفريق مع البودلاء يعني أقول مثلا 13-14 واحد ده مش هيحصل إن شاء الله بكرة هعملوا مباراة كبيرة روي فيتوريا المدير الفني ليه منتخبنا الوطني قال النهاردة إنه ممكن يبقى فيه بعض التعديلات في التشكيل الأساسي أمام غانا بحسن معلوماتنا هنا في رقم 10 فيه اتنين مرشحين جدا للدخول في التشكيل الأساسية لمنتخب مصر مرارة عطية وإمام عشور اتنين دول قريبين جدا من الدخول في التشكيل الأساسية لمنتخب مصر لسه ما فيش حاسب مكان مين هالمكان زيزو هالمكان النيني هالمكان حمدي فتحي لسه ما فيش حاسب بس غالبا مرارة عطية وإمام عشور هتشوفهم بكرة في التشكيل الأساسية لمباراة جانت تعال نسمع جزء من تصريحات روي بيتوريا قبل هذه المواجهة ونرجع نكمل غدا لدينا مباراة صعبة ولكن الأهم هو أن نكون منضبطين في قراراتنا التكتيكية وأن نكون أكثر شراسة في لعبة لاعب أمام لاعب أو واحد على واحد لأننا فقدنا تركيزنا في مرحلة من مراحل المباراة السابقة إذن المباراة المقبلة نحن نعرف أننا سنواجه لعبين رائعين ومنافس قوي جدا وإذا لم نتمتع بهذا القدر من التركيز فإن الأمور ستكون صعبة علينا أن نحسن من أدائنا في الدفاع نحن نعرف أن لدينا نقطة وغانا بدون نقاط ولكن نوعية الفريقين نوعية كبيرة ونوعية اللاعبين أيضا نوعية جيدة جدا هؤلاء اللاعبين في غانا يلعبون في فرق كبيرة ومنافسات كبيرة وبتأكيد هم جاهزون لهذه المباراة ونحن كذلك نحن لا ننسى نتائج الماضي وغانا لا تنسى شيء بشأننا نحن لا أؤمن أبدا أن ما سبقه سيؤثر على مجريات المباراة هذه المباراة في إطار المجموعات بعد أن يصفر الحكم تبدأ المباراة هذه حياة مختلفة وطريقة مختلفة علينا أن نكون جاهزون لكل السيناريوهات المقبلة اللي أختصر أقول نحن جاهزين لهذه المباراة الجو لا من نسبة لنا خلاص احنا تعودنا على موضوع الجو بأننا جينا قبل البطولة بخمسة أيام آه فيه خطوبة عالية بس خلاص احنا برضو بللعب قدام المنتخبات الثانية هما بالعاوة نفس فيه نفس الجو برضو ما فيش حاجة يعني ما عندناش حاجة بموضوع الجو هما بالعاوة نفس في الجو برضو مشاكل خالص عجبني جدا تحديدا تصريحات محمد الشناوي وهو بيقول أنه أبدا أبدا موضوع الرتوبة والحاجة دي مش هتكون مبرر لنا في هذه البطولة حلو وده اللي احنا متأكدين منه وفاهمينه ودائما بتكرره لعيبة منتخم مصر لعيبة كبيرة خبرات كبيرة وتعرض له الظروف زي دي كتير قوي فمش المفروض أبدا نتكلم على الظروف دي هي علينا وعلى المنافس فان شاء الله نتخطاها بإذن الله